اقتربت إدارة شباب الوزداد من فسخ عقد مدرب الفريق التونسي نبيل الكوكي وإنهاء مهامه محملة إياه المسؤولية في هزيمة الفريق نهاي كأس الجزائر أمام جمعية الشلفة ومن المنتظر أن يعلن عن فسخ التعاقد بين الطرفين في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة وسيكلف التخلي عن نبيل الكوكي إدارة العقيبة قيمة مالية معتبرة سيما أن عقده ينتهي في صيف 2024